أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي النازر أنه يجرى تنصيق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية مخصصة لقطاع غزة عن طريق البحر بجانب مواصلة استقبال المساعدات جواً وبراً وأوضحاً لمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن قطاع غزة لا يزال يحتاج إلى كثير من المساعدات لفتاً إلى أن ما تم إدخاله إلى القطاع يعد نقطة في بحر احتياجات الفلسطينيين في غزة مشيراً إلى أعداد نقابة الأطباء فريقاً طبياً كبيراً استعداداً للدخول إلى القطاع في حالة توقف العدوان الإسرائيلي